أما الجزائر كانت مستهدفة منذ مدة هذا ليس جديد على الجزائريين وعلى قيادة البلد الجزائر كدولة محوارية عندها مقومات كأنها تأدي أدوار استراتيجية في المنطقة عندها مواقف سيادية مستقلة وهذا النوع من الدول يشكل إزعاج للقوى الدولية لأنها تدفع على مصالحها فالجزائر حمية الحدود الإقليمية الحقوق الاقتصادية في ظل جوار ملتهم مواقفها تجاه العديد من القوى العديد لليون أكيد جزائر يتخلص في مواقف الجزائر دائرتها مواقف لما نتحدث على فلسطين ولم نتحدث على ميلة في الصحراء الغربية هذه قناعة جزائرية يشترك فيها كل جزائريون لذاق الاحتلال يعرفوا ما معناه أن توقف معه إنسان مظلوم وهذا موقف مبدئي لا يوجد مزايدة سياسية هذه من جهة ومن جهة أخرى أنه الجزائر الآن الأدوار اللي رح يتلعبها الجزائر في تأمين منطقة الساحل بمقاربات تخالف مقاربات الدول اللي الآن رح يتدخل بدافع التأزيم وليس بدافع تأمين المنطقة لأنهم مستفيدين لما يكون فيها المنطقة الساحل مأزمة مستفيدين لما يكون المغرب العربي مأزم لكن جزائر وهنا يبان الضور المهم اللي يلعبو هنا هو طبعا القيادة السياسية كشكل عام كنخب سياسية كإجماع وطني في هذا الملف ملف الأمن والدفاع وسياسة الخارجية هل تعتبر مجمع الوطني اليوم أهمية قصوى ومبالغة في ذلك؟ يبدو لي فيه مجموعة من الرسائل التي أحملها الاستتاحية على الجيش وأيضا في بيانة مجلس الأعلى للأمن لتحدث على تقييم الوضع السياسي والوضع الأمني وهنا فيه إشارة وفيه رسالة بأن الجزائر ماضية لانتخابات والجزائر ما كانش هامش ضئيل أنه يعود فيه تراجع ولا يعود فيه توجه ولا استدراك ما فيه إلى خياراتها خيار الانتخابات خيار ماضي الرهان الآن هو أنه لا يمكن فيه رسائل أنه الشعب رح يروح للانتخابات وفيه رسالة أنه ما لازم حتى واحد باسم حقوق الإنسان أو باسم الديمقراطية يروح يمنع الشاب عن ممارس حقه الانتخابي وهذه الرسالة الأهم اللي يبدو لي أنها حملها هذا الشي بأنه الشعب السيد في توجه في قراراته واستعمال مصطلح حقوق الإنسان والديمقراطية الديمقراطية اللي رهي متاحة الآن لا يجب أن تكون مبرر للتمادي لتعطيل العملية الانتخابية وهذه الرسالة المهمة لأنه لا يمكن استغلال هذه الحرية المتاحة ومازال الحراك والشباب وبعض القوى ليسوا مقتنعا بالمسال الانتخابي تخرج لكن ما لازم تكون هذه منصة الحراك اللي يعني هم جزء من الجزائرين ويعبروا ومقاربتهم محترمة وراهم يخرجوا ويكملوا ويروحوا ديارهم لكن ما لازم تكون منصة لدعاة لكن التخوف أن يتم العمل على استغلال مثل هذه الشباب للترويج هذه هي الرسالة الأكاذيب وغيرها من الأمور لأنه باعتباره اليوم الشاب الجزائري أصبح أو بعض من الشباب أصبح يستغل وهذه النقطة الجد خلينا نقول مخيفة كثير في هذا الظرف بالتحديد هو معروف باللي لما تكون فيه فئة قليلة تخطط وعندها خلفيات داخل الوطن وخارج الوطن عندها مخابر تسوق للمصطلحات وتسوق للمخططات أكيد ستأثر على الفئة الشي اللي قلت أنه ما لازم تستعمل هذه الفضاءات الديمقراطية كمنصة للتهجم على مؤسسات الدولة رموز هكذا ما لازم تكون رموز أشخاص مؤسسات قائمة تقوم بدورها ما لازم تكون تهجم حتى على الناس اللي رهي مثلا أحزاب والقوائم اللي رهي الآن مقتنعة بأنها تنخرط في العملية الديمقراطية ما لازم أيضا تفرض ويصايع للشعب وتروح تقول باللي ما تكونش انتخابات هذا الشي اللي يبدو لي أنه البيان كان فيه فارم بمعنى وهذه رسالة للخارج أكثر منها للداخل لأنه كثير من الخيوط اللي رهي تدار هنا مربطها رهي في عواصم وفي ضوائر أخرى ضوائر هذه كما تفضل الأستاذ مرتبطة بضور الجزائر في هذا المرحلة ونرجع دائما أن الجزائر يجب أن تأكدوا ويجب أن يكونوا في وعي أنه مستهدفة ومجرح أن يكملوا لأنه مدام عندنا مخطط أنه ندخل إلى مرحلة جديدة علش الدوائر هذه ما دفعتش على الديمقراطية لمكان البلد ينهب لمكانش فيه ديمقراطية لمكان المال الفسد يعيد في العبث بالعملية السياسية لمكان العيب أخي ظهر من بعد علش مكانوش يهدروا على الديمقراطية وعليش مكانوش يرافعوا على الشعب الجزائري المسكين اللي راه يعاني من هذه الثلة وهذه اللي كانت مستحكمة على الثروات لأن الثروة كانت تخرج لهيه لأن الأرصيدة كانت تخرج ثم ولأنه كانت العلاقة السمن على عسل وهذه معروفة عند المصالح الغربية لأنها لا ترافع الديمقراطية ترافع من أجل مصالحها مستعدها أنها تتحالف مع ديكتاتوريات والتاريخ رويش من أجل مصالحها لذلك نحن لا يجب والشباب ونحن كجزيرين لا يجب أن ننخدع بشعار الديمقراطي نحن نصنع ديمقراطينا بأنفسنا بتجربتنا وبالنموذج تعنا الربيع العربي اللي كانت الناس تحكي عليه ودخلوا فيه متاهات نحن دخلنا أكثر من محطة وخرجت بها الجزائر سالمة والحمد لله